احد قيادات 14 اذار لعب ادوار مهمة في ثورة الارز التي اخرجت الاحتلال السوري من لبنان بماذا يقوم اليوم لانهاء الاحتلال الايراني غير تشكيل مجلس وطني ووسط قساوة الحرب في غزة يثبت حزب الله ومحور الممانعة اكثر فاكثر ان في يده قرار دخول لبنان الحرب ام لا وليس في يد السلطة اللبنانية او ما تبقى منها ضيفي دكتور فارس سعيد رئيس المجلس الوطني لانهاء الاحتلال الايراني ورئيس دقاء سيدة الجبل اهلا وسهلا فيه صباح خير مازلنا عم نحكي عن قرار السلم والحرب في لبنان وفي يد من اذا اعتبرنا انه قرار الحرب اليوم في يد حزب الله ماذا تفعلون كمعارضة سياسية شعبية حزبية حتى نيابية في مواجهة هذا الامر ماشي كتير ماشي كتير لانه تعلمت انا على الاقل ومعي كتير من الناس بانه الانجازات الوطنية الكبرى مثل مثلا الوقوف في وجهة وضعيات سورية على لبنان بتحصل من خلال تكوين الوحدة الداخلية يعني بتحصل من خلال جمع غالبية اللبنانيين في مواجهة هذا الوضع اليوم ما في وحدة داخلية اليوم لا اليوم من انتخاب الرئيس عام مش من الالفان وخمسة مرورا بسبعة ايار الفان واثماني مرورا بالحرب بسورية انتخاب الرئيس عام ومن بعد قانون الانتخاب وكل اللي حصل اهتمت الاحزاب والقيادات السياسية بوحدة الطواقف اكتر ما اهتمت بوحدة البلد على قاعدة بانه اذا الطائفة بتكون لنفسها ادارة سياسية وتستنسخ تجربة السناء الشيعي بكل داخل كل طائفة هذه الطواقف كونت لحالة شخصيات سياسية مستقلة تتساكن مع الطواقف الاخرى ما يسمى الوحدة الداخلية يعني هو كأنك تنتقد بالاشارة الى وحدة الطواقف تنتقد المصالحة بين طيار الوطن الحر والقوات الليبانية التي افضت الى انتخاب الرئيسي ان شاء الله لا انا ماني ضد المصالحات ابدا يعني بهدفهم انه على الاقل خلينا نعمل ثنائي مسيحي لا انا ماني ضد المصالحات انا ضد استنساخ تجربة حزب الله وحركة امان على قاعدة انه اذا تشكلنا ادارة سياسية لقلنا او للسنة او للدروز هذه الادارات السياسية اولا بتأمن مصالح الطائفة لدى الجمهورية اللبنانية واثنين اذا قعدت مع بعضها البعض وتساكنت مع بعضها البعض بتشكل شيء اسم الوحدة الداخلية بهذه اللعبة الطائفة التي تختزن السلاح بايدها والطائفة اللي عندها علاقات اقليمية اللي بتستقوي بهذه العلاقات الاقليمية على الداخل اللبنانية بتحكمت بالاخرين بهذه اللعبة وقت تشكلت كل ادارة سياسية بطائفة الطائفة المميزة اكتر من الاخرى لانه حامل السلاح والطائفة المميزة اكتر من الطواقف الاخرى لانها مرتبطة بدولة اقليمية فاعلة بالمنطقة تلاعبت بكل الادارات الاخرى واصبحت هذه الطائفة هي الحاكمة والطواقف الاخرى ضواحي سياسية لقلة وبالتالي صارت الطواقف الاخرى بتسعى تتعمل رئيس جمهورية بدك تروحها عند الطائفة المميزة تتعمل رئيس حكومة بدك تروحها عند الطائفة المميزة تتعمل كاتب عدل تتعمل قاضي بتوجهها بتكوين باعادة تكوين الوحدة الداخلية يعني جمع الوطنيين بداخل كل طائفة مع بعضهم بعض مش جمع الطواقف هذا شعار دكتور لا لا مش شعار وين ان الوطنيين داخل كل طواقفة ما خليني ما خليني اقولك انه منه شعار شو المعيار اللي انا بحطه للوطنيين بكل الطواقف اولا مين يؤمن بالعيش المشترك بلبنان عند المسيحية صارت اقلية المؤمنون بالعيش المشترك انا برأي هي اقلية مسيحية واقلية سنية واقلية شيعية واقلية درزية حتى واقلية علمانية هناك اقليات بداخل كل طائفة بعد التعايش مبدأ قائم برأيك التعايش قابل للحياة التعايش هي المساكنة العيش المشترك هو قبول الاخر المختلف كما هو وهو حتى تبني هواجس الاخر يعني انا اذا كنت مسيحي وبدي اقمن بالعيش المشترك بدي اخد بعين اعتبار هواجس الاخر الحسابات الاساسية للانتهاء من الاحتلال الايراني هل بيدكم رؤية للتخلص حقا من هذا الاحتلال غير شعار العيش والوحدة فهذه نحنا يعني اللي مش من تبهن له السياسيين بلبنان هي الايميل الكبرى اللي موجودة بين ايدينا وعدة الشغل السياسي الموجودة بين ايدينا تعرف انه ما في بسوريا دستور نعم بالعراق بعد ما استكمل عملية بناء الدستور باليمن ما في دستور بالسودان ما في دستور بليبيا ما في دستور ما في مثاق عقد اجتماعي بسوريا بين الطواقف ما في عقد اجتماعي بالعراق بين الطواقف لكن اليوم عقد الاجتماعي اليوم بلبنان اسمه اتفاق الطائف اوكي وعندك دستور من عمره من 6 من 1926 تعدل وادخل عليه صلاحيات واصلاحات دستورية بالعام 1989 وانهى اشكالية سوسيو سياسية بين المسيحيين والمسلمين دائمة مئة سنة لكن من تتهمه اليوم بانه ينفذ الاحتلال الايراني يرفع شعارين التمثب باتفاق الطائف والتمثب بالدستور بس بدي اقول انه انا اوشي الساقة بتجي من خلينا اقول مش من اعلان النواية الساقة بتجي من السلوك اوكي اني انا اقول اني بقامن بالله وبعمل كل شيء يخالف هذا الامان ما بكون انا عم اامن بالله مش صحيح انه حزب الله يتمسك بالدستور ولا صحيح انه حزب الله يتمسك بمبدأ العيش المشترك لانه يفسد عيش المشترك عندما يحاول ان يتحكم بمصير الطواقف وعندما يحاول ان يحول بيئته الى بيئة مميزة عن سائر الطواقف الاخرى وحزبه الى حزب حاكم بكون عم يرتكب نفس الاخطاء بيرتكبوها غيره بمراحل معينة من تاريخ البلد مره نحن الموارني قلنا انه لو لا منا نحن ما في لبنان كبير وبالتالي قلنا حق لانه امتزعناه انه نحن نحكمه مره اجوا السنة مع رفيق الحريري قالوا كلكن ادخلتوا لبنان الى الدمار والى الحرب الاهلية انا جاي عمره موجود هل تعتبر دكتور سعيد ان الموت تحت الشعار الاستشهاد على طريق القدس هو شعار كاذب تقول استشهدوا على طريق المفاوضات الايرانية الامريكية كل الشعارات يلي ترفعت للاستشهاد هي شعارات شو كاذبة او شو؟ يعني شعارات تعرف بالحروب وبالتسويات الكبرى ترفع شعارات ما بالضرورة تكون شعارات بتعكس حقيقة الاوضاع حقيقة الوضع انه عم بيموتوا اللبنانيين من خلال حزب الله وعم بيموتوا الفلسطينيين من خلال حماس حتى تتحسن ظروف ايران التفاوضية مع اسرائيل ومع امريكا يعني ما فيه شيء استشهاد على طريق القدس لا ما فيه استشهاد على طريق القدس وانا برأي قيادة حزب الله وقيادة حماس بيعرفوا ولكن كل حسن النواية تبعها بانهم بهذه اللحظة تحولوا الى ادخة حقيقية بايد ايران التي على حساب الدم الفلسطيني والدم اللبناني تحسن ظروف مفاوضاتها مش فقط مع الولايات المتحدة تصور انت انه اول دفعة من الاسرة يلي ابتق صراحهم من قبل حماس فيهم 13 تايلاندي بتكتب جريدة لومون مهار الاحد انه وزير خارجية تايلاندا اجا على قطر تيلتق بوزير خارجية ايران عبداللهيان تعبداللهيان يحكي مع حماس تيفلته 13 تايلاندي انه تحولت ايران من بعد 27 الى مفاوض بين الدول وبين حماس وتحولت ايران من بعد 27 الى احد القوى الاقليمية التي انتزعت مقعد لها على طاولة ترتيب المنطقة وعلى حساب الدم اللبناني وعلى حساب الدم الفلسطيني طب الى اين يقود حزب الله لبنان هل هو متواطئ على لبنان او شو الى اين يقوده اول شيء؟ هو تجربة من التجارب اللبنانية التي ربطت نصيرها بقوة اقليمية تجربة شو ناجحة ام فاشلة؟ فاشلة طبعا كل التجارب اللي ربطوا حالهم بالخارج يعني يسار اللبناني البرنامج المرحلي اللي قدموا كمال جملات كان برنامج مرحلي يغري اي شاب بوقته بالسبعينات بانه هذا البرنامج المرحلي كان وان انضرب اليسار اللبناني وقت اللي ربط حاله بقوة خارجية اسمه منظمة التحرير واعتبر بانه اذا اقحم منظمة التحرير او ساهم في اقحم منظمة التحرير ايضا تجربة كمال جملاتها تجربة فاشلة؟ طبعا بمعنى مش بمعنى هو فاشل او تجربة اليسار فيه تجربة اليسار فاشلة واليسار اعترفية وقت اللي ارتبط بقوة خارجية اسمها منظمة التحرير ونحن وقت اللي خرجنا من الاجماع الداخلي اللبناني مره رحنا عند حافظ الاسد ومره رحنا عند اريال شارون وهلأ في جزء منا رايح لعند علي خماني ايه ظنن منا انه اذا رحنا استقوينا بالخارج على الشريك الداخلي قادرين نحقق مكاسب ايضا كمان مناجحنا هل هو متواطئ اليوم على لبنان حزب الله؟ لا شك بانه متواطئ على فكرة لبنان هو بعقله بانه هو لبنان ولبنان هو اذا انتصر انتصر لبنان واذا لم ينتصر لم ينتصر لبنان بعقلي انا هو ينسف معنى لبنان معنى لبنان الاسلام المسيحي معنى لبنان المتنوع معنى لبنان العيش المشترك معنى لبنان العدالي والحرية هل تعتقد دكتور فارس أن المسيحيين غير متضامنين مع القضية الفلسطينية؟ أنا بقول وبشجاعة بقولها أنه آخر مسيحيين بالعالم متضامنين مع قضية فلسطين هن مسيحيين لبنان ومسيحيين العرب وما تنأذون مش مرة بتلابسونهم العذرة كافية ومرة بتكون تعملون فحص دم إذا هذا المستشفى اسمه معمديني أو اسمه عربي وكل يوم بتكون تسألون إذا هن مع فلسطين وصارت نشرات الأخبار وصاروا كل الصحافة في لبنان المسيحيين وغير المسيحيين كل يوم بدون يقدموا وراء اعتماد من هن بيحبوا فلسطين لا المسيحيين اللبنانيين لأنهم يدركون تماما تماما يدركون ماذا يعني اسرائيل في هذه المنطقة يلي هي بنية كل سردية السياسية على العنصرية أنا إذا كنت يهودي مواطن صف أول وإذا كنت أنت درزي إسرائيلي مواطن صف تاني وإذا كنت مسيحي إسرائيلي مواطن صف تاني وإذا كنت مسلم إسرائيلي مواطن صف رابع المسيحيين في لبنان تجربتهم تماما مختلفة نقيدة تجربة إسرائيل وبالتالي ما بدون في حصاب دم أن يكونوا ضد إسرائيل أما أنك تقل لي أنه مبسوطين بوجود حزب الله في لبنان أو أن حزب الله اختطف القرار السياسي بلبنان وقرار الوطني المسيحيين لا أكيد مش مبسوطين حتى حلفاء حزب الله مثل الطيار الوطني الحر بداخلهم ينتقدون وعندهم مصلحة مع حزب الله هذا بديعمه رأي جمهوري وهذا بديعمه النيب وهذا بديعمه الوزير بس بالعمق المسيحي ما فيه ولا أي تمسك بهذا الحزب هل البطرياك الراعي برأيك أخطأ بالقبول بقمة روحية في مركز المجلس الإسلام الشيعي خاصة بعد الحملة نحن عم نحكي عن ما تنأزو المسيحيين نعمل حملة شعوة ضد البطرياك الراعي على خلفية تصريحه وهذه الحملة معروف أنه من قادها يقال أن قادها حزب الله تسمح لي استفادي إذا بتعطيني وقت بس صدر بعد الحرب أول قمة روحية نعقدت إسلامية مسيحية نعقدت بكركي سنة 1993 عقدها البطرياك سفير سفير كان أخذ موقف ومن وقته عم بيطالب همسا بتنفيذ اتفاق الطائفة بخروج جيش سوري من لبنان نعم بال93 حصل أول اعتداء إسرائيلي على لبنان ليس لهراوي رئي الجمهورية رفيق الحرية رئيس حكومة محسن دلول وزير الدفاع أمين لاحوال قائد جيش أخذوا قرار بإرسال الجيش إلى الجنوب وبوقتها وأنا مسؤول عن كل كلمة عم إلكيها بوقتها سمير جعجع بيقول القوات اللبنانية جاهزة لمساندة الجيش إذا ذهب إلى الجنوب حافظ الأسد فورا مش ردا على دكتور سمير جعجع ردا على قرار مجلس وزراء بيستدعي محسن دلول على الشام وبيقولوا بتنزلوا بتجعوا بتاعدوا مجلس وزراء آخر وبتنقضوا لمجلس وزراء الأول وطلبوا من أمين لاحوال أنه ما يلبي أو ما ينفذ قرار مجلس وزراء بوقتها صارت كل هالهمروجي هايدي نصح صفير أنه نحنا ما منقدر نحارب سوريا ومن تعاطف مع أهلنا بالجنوب ضد إسرائيل دعي لقمة روحية وأعلن هو محمد شمس الدين محمد مهدي شمس الدين الشيخ محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه يعني هني هندسوا القمة روحية أنا داك تاني قمة روحية انعقدت بالألف وتسامية وستة وتسعين وقت عنقيد الغضب وقت عنقيد الغضب حصلت أيضا قمة روحية دعي لألة صفير بيبكركي متضامنا مع أهلنا بالجنوب ومتضامنا ضد ما حصل في قامة ضد القوات الدولية تالت قمة روحية انعقدت أيضا بيبكركي بدعوة من صفير سنة الالفان وستة وقته انطرحوا النقاط السبع بحكومة فؤاد سانيولا قبل ما يروحوا على روما وقبل ما يروحوا من روما على مجلس الأمن يصيروا 17-01 نعمل إجماع وطني حول النقاط السبع بيبكركي بدعوة من صفير من بعدها راح البترك الراعي حضر إداس هو والبابا فرانسيس بالإتس قطعوا حزب الله وخونوا حزب الله وقال بأنه هذا الترتيب مش كنسي هذا ترتيب سياسي وعلى شوية رح يقول بأنه البترك الراعي عميل إسرائيلي بلبنان لأنه زار بعض العائلات اللي موجودين بإسرائيل من بعدها صارت حادسة المطران الحج بوقفه خوري عمره 73 سنة على الطريق على طريق مش طريق جل الديب بيمرقوا عليها مرة كل ست ساعات سيارة من الصليب الأحمر أو سيارة من الأمم المتحدة بدون سيليدير بالشمس بأيام الصيفية بدون شيء وبيخونوا وبيقولوا عنه أنه عم بيجيب مصاري من هونيك وبيقولوا هلأ شفنا الشيخ علي الخطيب موجود بالكركي عم بيطالب يقوم روحية عظيم نحن مع أنه البترك الراعي يعطيهم قمة روحية ومع أنه البترك الراعي لأنه نحن متضامنين مع أهلنا بالجنوب يتضامن وطنيا مع الجميع بس مقابل هذه التغطية الوطنية شو بدنا ناخد نحن؟ بدنا ناخد فقط أنه نحن عم نغطي أعمال مخالفة للدستور والطائف والقرارات الشرعية الدولية فقط لأنه إجا حدا زيرنا يعني القمة روحية اليوم المطروحة هي لتغطية أعمال حزب الله طبعا شو بدون؟ اليوم هن موجودين بدار الإفتة اليوم وفد للمجلس الإسلام الشيعي الأعلى موجود بدار الإفتة تيطلب من السنة المشاركة بقمة روحية بغض النظر عن الشكل أنا ضد أن أتكون خارج بكركي بس بغض النظر عن الشكل الأهم من الشكل هو المضمون شو بدنا ناخد كلبنانيين؟ مش كموارني وكمسيحيين شو بدنا ناخد كلبنانيين؟ من هذا الحزب الذي يطلب مننا اليوم غطاء وطني لأعماله بالجنوب فينا نطلب منه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية وفقا للدستور وفقا لوسيقة الفيق الوطني فينا نطلب منه حيدا مستكريس الالتزام القمة اليوم من نتكريس لأعمال حزب الله إن كان وقت السلم إذا كان البيان اللي بدي يصدر بيان بدي يغطي أعمال حزب الله بدون ما نحصل ولو كتابة ولو لفظيا على الاحترام الحرفي للدستور وصيقة الفيق الوطني وقرارات الشرعية الدولية أكيد بنكون عم نعطيه هدية ببلاش بنكون عم نغطيه بدون ما نخطيه شو بتنصي عمضة الباطرياركي اليوم بواحد؟ إنه تكون القمة في بكركي وليس في المجلس اللوحي واحد أي واحد تكون قمة ببكركي لأنه نحن اللي اخترعنا هذا الاختراع من 93 لليوم اتنين إنه نحن منكون عم نؤمن غطاء وطني لكل ما يحصل في جنوب اللبناني شرط بالمقابل ومش ناخد تمنى رئيس جمهوري وتمديد لآية جيش ناخد تمنى التزام كامل بالدستور بوثيقة وتهديد حزب الله إنه عدم الالتزام بالدستور وبوثيقة الفيق الوطني وبقرارات الشرعية الدولية بيكون مسؤول عن إفساد الشراكة الوطنية الحزب عم يضرب مفهوم الشراكة الوطنية من خلال تفلطه ومن خلال وضعه فوق القانون وفوق الدستور وفوق أسيقة الفيق الوطن طيب دكتور سعيد بهذا الإطار نحن اليوم شو بتنصح البطرك لكن علاقتك اليوم وكأنه مع البطرك الراعي بردي نسبة إلى علاقتك مع البطريارك السفير ما بدنا نحكي عن العلاقة السابقة يعني مثل هذا الكلام ممكن لو كان البطرك السفير كنت تتلعط على بكركي وحكيته هذا الكلام صح البطرك الراعي عنده كل الإدراع أنه هو يقدر بدون ما يكمل حدا عنه ينصحه هذا الكلام ديبلوماسي سياسي لا لا من شخص سياسي موحنك بيعرف لا 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 عم بحكيك بصدق يعني لو كان البطرك السفير كنت دقيت وطلعت زرته أولا في عنده موسى والأنبياء عنده مجلس عنده موسى والأنبياء عنده مجلس مطارني وعنده جامعات وعنده رهبانات عنده روابط عنده أحزاب عنده علاقات وعنده خبرته كرجل يعني كبير بالعمر وبيعرف لبنان ومارس دوره ككاهن وكمطران وكبترك أنا عندي شغلة واحدة بقول له إياها بس سيدنا مش كل شي بيبرق ذهب مش وقت اللي بدنا يبدونيانا نحنا منعطيهم اللي بدونيانا ووقت اللي ما بدونيانا منصير نحنا خواني ومنصير نحنا عملاء إسرائيل وصير المطران الحجل يقعد عشر ساعات على الطريق تحت الشمس ما حدا يجي ياخده ما تعطي شي ببلاش وما تاخد شي لألك تاخد فقط للبنان كما دائما هي بكركي أعطت دائما للبنان وليس لها يعني عم تبرر لي إنه علاقتك بيردي ما عم تقدر تتواصل إنتوية ما هيك؟ كم زيارة عمل له؟ يعني تم فوت بهيدا الإطار أنا رحة أنا والبترك على المملكة العربية السعودية عام 2017 وأنا من الناس اللي أنا كمواطن جبيلي كان مطراني أنا جيت على لبنان بالتسعين وهو صار بالتسعين مطران جبيلي بعرفه من وقته علاقتك بيردي مع السيادة المطران؟ لا أبداً طيب اليوم عدبيني علاقة لأن لم يعني يتابع يتابع نتائج زيارة المملكة عدبيني عليا عشر دول شوية وقت اللي جمع أربع نواب أربع زعماء موارني واختزل طائفي بأربع زعماء وهيدا ما بيعني إنه كان لازم يكون معهم خامس وسادس وسابع هن أربع زعماء أكيد أربع زعماء وبمثله سياسيا الطائفي ولكن وقت اللي أنت ككنيسي بتكرس زعامة أربع موارني على طائفي باعت أرضها من مئة وخمسين سنة تتعلم أولادها بعانتورة تما يعملوا زنم حدا وبتتخلى عن دورك السياسي وبتقول إنه هاو دي الأربع زعماء إذا واحد منهم بيعمل رأي جامورية الطائفي وصل لحقها بتكون تتخلى عن دورك الوطني لأنك أنت مش بس للموارني هذا صفاير شو كان يقول كان يقول وَلِد الموازنة من أجل لبنان ولم يلت لبنان من أجل الموازنة نحنا لازم دايما كانت عين زعيم ولا مرة ولا مرة من وقت لبنان كبير ولا مرة علي إلهم على الأفري park للمعوشي وقف بيش كمي شمعون ولمعوشي وقف بيش فؤاد شهاب فؤاد شهاب لكن هاي دي كانت قبل قبل الزيارة ايه قبل الزيارة يعني قبل الـ 2016 حتى قبل 2014 2014 يعني بدي احكي شوي بسيس ما بعد الزيارة عتمين على انه لم يتابع نتائج الزيارة ايه عتمين لانه لانه كان لازمين عمل جنة متابعة مقلفين من مطران او مطارين اتنين من المطارين المثقفين او الرهبان المثقفين يتابعوا مع السعوديين والعرب بشكل عام والمسلمين بشكل عام يكون في رجلة متابعة اسلامية مسيحية تجعل من الكنيسة المارونية نحن شو امتنا ككنيسة المارونية بهذه المنطقة نحن قرأنا القرآن قرأنا الانجيل بلغة القرآن اول ناس اريوا الانجيل بلغة القرآن نحن نحن عربنا نحن عربنا هذه المنطقة او سهمنا تماكن مدعي سهمنا بتعريب هذه المنطقة نحن نحن كنيسة متصلة بالكنيسة الرسولية من الف ومئة سنة لازم اي حدا بالمنطقة بده اي شيء من الكنيسة الرسولية يمرق فينا هل طبيعي يا استاذ شهوان انه يجي البابا بالمقابل ست مرات على المنطقة بدون ما يمرق فينا بيجي على الازهر وبيشوف السستاني وبيجي على ابو ضبي وبيجي على عمان وهلأ جاي على دبي على المؤتمر احتباس الحراري وما بيمرق بالكنيسة المارونية تاب لاك على مسؤولية مين يا سادي اذا كانت مسؤولية البترك يقلنا البابا اذا كانت مسؤوليتنا ناحنا منا مسيحيين Reed يقلنا وازا كانت مسؤوليته هو يقلنا يعني العلاقة بين البترك سفير مع الكنيسة الرسولية مغايرة عن علاقة البترك الراعي مع الكنيسة الرسولية على مين على الراعي او على فرنسيز بدون القاد انا برايي وهون ما عم دافع عن الراعي برأيي أنا عم تعطى معنا الكنيسة الرسولية باستعلق ما بيصير نحن بلانا نحن وبلا هذه الكنيسة المرونية بالمنطقة ما بقى في مسيحيين بفهم انك تروع على الازهر وبفهم انك تعمل تعمل وصيقة الاخوة الانسانية انت الشيخ احمد الطيب بابوظبي بس ما برفهم تجي ست مرات على المنطقة ما تجي تزورنا وبالمقابل البترك الراعي حتى اذا البابا فرانسيس عم بيتعامل معنا بشوية استعلق شو عملت مشان تصحح هذه العلاقة كمانا ماشي كمانا من عمل شي مين الضحية طرح نحن نحن ايتام شايفين حالنا بهذه المنطقة اليوم ايتام عم نشوف في الطواقف الاخرى شي عنده قوة اقليمية حده شي عنده مدى وفضى وعدد ومدد وموجود ونحن يلي ارتبطنا بهذه الكنيسة الرسولية من الف ومئة سني ويلي من خلاله عملنا المدرسة المرونية بروما ومن خلاله علمنا رهبان ومن خلاله تعلمنا ومن خلالنا جعلنا من نفسنا حاجة للاخرين اليوم نحن شاعرين بانه متركين من قبل كنيستنا المحلية ومن قبل الكنيسة الرسولية حدا يقلنا الحق على مين انا ما بعرف الحق على مين ولا عم بتهم لا الراعي ولا البابا فرانسيس بس انا عم بقول هيدا الواقع لقولنا حل انتو لقولنا حل احتلال ايراني تمد ديموغرافي تطاول على كل المعتقدات والرموز السيطرة على الدولة وقراره هل ما زلتم متمسكون بالصيغة اكتر من اي وقت مضى التي تتأكل وسط غياب المواجهة اكتر من اي وقت مضى لانه لا يمكن الوقوف في وجه اي احتلال الا من خلال اعادة تركيب وتكوين الوحدة الداخلية اللبنانية اللبنانية انا كنت بقرنة شهوان لو ما كان في دم رفيق الحريري لأنا ولو ما كان في موقف لوريد جملات ما عملنا 14 در المسيحيين لوحدهم ما كانوا كافيين بصوتهم العالي وحتى مع سجن رموزهم ومع تغييب رموزهم الاخرى ومع بترك استثناء اي ازمو صفير انه نقدر نقدم نتيجة قدمنا نتيجة نهاريا للتحمنا كلبنانيين واليوم ما رح يمكن نقدم نتيجة في مواجهة هذا الاحتلال الا اذا قعدنا وادركنا كيف يمكن ان نعود نقطة استقطاب لدى الاخرين طيب قواعد 14 انار دكتور بدأت تطالب اقلهم بالفيدرالية وصولا هاد 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 قواعد حزبية مسيحية مش مظلوط لا لا ليش خليني كفير قواعد 14 انار في دروز وفي سنة وفي شيعة عظيم طيب كمان في مطالبة كمان في مطالبة بالانفصال عن مناطق حزب الله وتشكيل منطقة حرة مؤقتة بعيدة عن سيطرة حزب الله وعم تسمعون وعم تعرفون من اني ماذا تنتظرون لمنع تمدد عقيدة بلاية الفقر لك بدي لك شغلي بدي اعتذر على ادعائي بهذا الموضوع هيدا التنوع اللبناني بيكل كل مدعي بلبنان كل واحد حاول بلبنان يفكر بانه عنده القدرة بلحظة ما لانه الهوى بعبيته والظروف الاقليمية او المحلية بتساعد انه يشكل مشروع غلبي على الداخل اللبناني تراجع ما حدا قدر يعملها اليوم ما في مشروع غلبي اليوم عم بيحاول هو يعمل مشروع غلبي يمكن ياخده بس ما بيهدي لم تسقط الدولة في يد حزب الله ولا يمكن يهدي حتى لو غمز من عينه وخبرنا انه المعيصرة بيكسروان المعيصرة اذا بيلبسها بدلة عسكرية بتخسر والمعيصرة اذا بتكون حده ليسي فرانسيه وبتعمل بتعمل انماء بتربح وبتكون عنده علاقات جيدة مع الجوار متل ما عنده علاقات جيدة من الف سنة مش صحيح انه مشاريع الغلبي والفوقية والتعاطي مع اللبنان بهذه الذهنية بيؤدي الى مشروع غلبي مش صحيح طب انت كمان مش بس بيكسروان كمان عندك في مشروع غلبي في ثقافة الاستقواء التي يعني عم تعاني منها في ليسا في سيطر على الارض انت عم تخاف عظيم انا من عشرين سنة حكيت فيها وقت ما كان حدا يحكي فيها اليوم اذا انت بتعمل دراسي كصحافي بتشوف اذا حدا بيقدر يساعدك فيها انك تجيب السجلات العقارية او امناء السجل العقاري بكل لبنان وشو كيف عم بيتبدل السجل العقاري مش بالجلجلة متل ما عم بيصير بجرد لهؤرة او بليسا بالمصاري معه مصاري اليوم بيشتري ارض المسيحيين صاروا مليكي بأبرس و باليونان ويلي عم بيشتري ارض بلبنان فريق من اللبنانيين معه مال معه فلوس الشيعة هن الوحيدين اللي عندهم اليوم الادرة وبالتالي عم بيحصل بلبنان مش تبدل سياسي عم بيحصل بلبنان تبدل بكل مراكز القرار العقاري المالي الاقتصادي الاجتماعي وبالاخر سياسي و عسكري ولكن هيدا ما بيدوم بلا بس هيدا ما بيدوم يعني هيدا ما بيؤدي الى ولا اي نتيجة لانه تمسك اللبنانيين هيدا مش تفكير استراتيجي دكتور ايه انه هيدا محاولة للقول عم تخفف من وطقة الخطورة هلا لا انا انا من الناس اللي بشكل بوضوح عم بيحتي حتى عن احتلال ايراني للبنان ما عم تخفف بس انا اللي عم قوله بانه هذا الادعاء بالسيطرة على لبنان بلحظة نشوي او شعرين بانهم يظنون بانهم بنشوي هذه النشوي ستنتهي وسينتصر لبنان على هذه النشوي كل اللي عم قوله وعدها طيب ما لش ما تخذني خلني سمح لقوله يؤخذ عليك عم تتعاطب ازدواجية ببيروت اتفاق الطائف والعيش بارطبة تبهو يا شباب ملا انه انه دايما فيه اذا بدك فيه هالكلاش ما تقول بين بين الجرد المسيحي وليسه لا 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 ليه تعال لك ليه ببيروت وبارطبة وبالعقورة وبالجرد انا مع الانون لو المسيحيين اخدين ارض بالمسلمين انا مع ضد الانون انا مع المسلمين ضد المسيحيين اللي صاير بجرد العقورة ويلي صاير بلاسا هو تقصير من قبل الدولي يلي ما استكبنت اعمال المسيحة والتحديد والتحرير وخلال هذا التقصير دخلت قوة امر واقع مدعومي من حزب الله وضعت يده على اراضي مش لقلة وبالتالي تتحافظ على العيش المشترك ببيروت وبارطبة ووين مكان بدك تحافظ على الدستور وعلى القانون وعلى وثيقة الفاق الوفاق طيب الفئة يلي انت عم تحكي عنا هي فوق اتفاق الطائف وفوق الدستور ومسيطرة على الدولة كيف ممكن توجهها بالوحدة الداخلية طيب وين الوحدة الداخلية من هلأ تتوصل الوحدة الداخلية ما بتقدر فادي ما بتقدر تقول للمسلمين ما بدي يعيش معكم وانا جربت انا ويكون مئة سنة وما زبطت وانا انتو ما بتشبهوني وانا ما بيشبهكن وانا رايح ابني لحالي اوضى بهذا البيت اللي اسمه البيت اللبناني وترجع تقللي وين الوحدة الداخلية ولا المسلمين بيقدروا كمان يتخلوا عن فكرة لبنان ويروحوا مرة يتحالفوا مع ابو عمار ومرة يتحالفوا مع علي خماني ايه ويرجعوا يخبروا المسيحيين من هني مع فكرة لبنان الكل لازم يقوله لبنان اولا انت رجع بتكون الوحدة الداخلية طيب عظيمة وفي ناس تتغنى بالتنوع اللي الفيدرالية ليست التنوع علما انه هي اتحادية خبرني بس انه بعدنا عم نحكي عن ذات الشعار وبعده هذا الشعار يعني نحن مع احترام يعني انا مع اتفاق الطائف ومع الوحدة والعيش لكن مش صحيح مش صحيح مش صحيح شو هو المش صحيح المش صحيح انه اللي بعمرك انت عند المسيحيين مع اتفاق الطائف ومع العيش ليه المسيحيين مش ايك نحنا اقلية اللي عم نقول عيش مشترك ومعنا لبنان لانه المسيحيين اللي بعمرك انت شايفوا هذه التجربة واعتبروا انه انه الحق على التجربة وليس الحق على السلاح الذي منع تنفيذ اتفاق الطائف مش صحيح انه الخلل هو خلل ميثاقي كل المجتمعات بالعالم ما عنا اشكالية مع الطوائف الاخرى نحنا عنا اشكالية مع السلاح هون السؤال شو بتعمل حتى توقف التمدد الذي يقوده السلاح اسوأ شي بتعمله انك تعلن انسحابك من الصيغة اللبنانية بتقعد بمنطقة لحالك يلي ما شايف شو صار بغزة اسرائيل اسرائيل ومع القبة الحديدية وبظهرها امريكا وبظهرها كل دوائل القرار الخارجي صار لها 53 يوم بعد ما اخرجت اسير واحد بقوتها راحت على التفاوض بقطر المسيحيين النهار اللي بيقولوا نحنا بنعمل لحالنا ما في غير المسيحيين بيحكوا بالفيدراليش نحكي بخيار اخر اليوم في مطالبة بعض الاصوات مش مسيحية فقط من كافة الطواتف عندما يكون حزق هيدا وليد جملال عم يحكي بالفيدراليه هودا هيدا فؤاد سينيورا حضرتك عم تحكي انه في ناس شباب انسي الزعمة مش مشي عفوا انا ما عم بقول مشي انا عم بقول بفهم انه بلحظة انت في مطالبة اليوم انه مناطق التي يسيطر عليها حزب الله ما بتمشي بدا جيش يحميها فلتتحرر كافة المطال بدا جيش يحميها وجب وجب ما بقى في ولا عسكري مش صحيح انه نحنا قادرين بقوانا الذاتي انه نحمي حالنا من حزب الله نحنا قادرين نحنا قادرين نرجع نكون الوحدة الداخلية نحترم الدستور نحترم العيش المشترك نحترم وثيقة الوفاق الوطني ونحاصر حزب الله هيك صار بال2005 وهيك لازم ترجع تتكرر لكن الامور بعيدة كتير عن هذا طبعا بدير في عندي فقرة اسمها مين بتختار؟ دكتور سعيد مين بتختار؟ ستريدة جعجا او سامير جعجا من بتختار؟ بالسياسي ستريدة وبالشخصي سامير جعجا ايه اقوى منه بالسياسي قادة مرحلة ما كان في سامير جعجا من الفين وخمسة من الفين وخمسة من الفين وخمسة اولا ما حدا غبر على سكربينتا واثنين قادة مرحلة جمعت فيها الناس وثلاثة انا بعرف لانو انا كنت تحدى بهذه المرحلة انو مرى على قد حالة وبلحظة الالفين وخمسة اجل الى اغراءات انها تنسحب من 14 ادار وتتفق هي ومش ينعونه ما عملتها بينما هو عملها عقله السياسي اهم منه هو اهدم والز وفهيم وصديق وبحبه انا على المستوى الشخصي بس هي بالسياسي اقوى منه على الصعيد السياسي مش متفق لا لا لانو هو بلحظة قال وحدة المسيحيين اهم من وحدة لبنان واعتبر بانو اذا وحد المسيحيين برجع بقدر يوحد لبنان اليوم تراجع برأيات بعد خلافه مع طيال الوطني الحوري بتصور انو صار على قناعة يعني بانو تجربة 14 ادار اهم من تجربة معراض يعني تجربة الوحدة الاسلمية المسيحية اهم من تجربة الوحدة المسيحية المسيحية عطيت نتائج اكتر طيب اليوم هو بهايد الوحدة عم بيطالب بصراحة باللا مركزية الموسعة اتفاق طائف لا اتفاق طائف بس اتفاق طائف يعني عم بيعملها شوية اتفاق طائف اتفاق طائف وان الخطورة فيها اذا بيطلبوا بلا مركزية تشريعية اذا كسروان بتشرع قوينين غير القوينين اللي بتشرعها جبال لانو فيها شيعة لا مركزية التشريع خطيرة لا مركزية الادارية مش خطيرة موجودة من اتفاق الطائف مع المالية حضرتك بس شو بعد الى ايمين لا مركزية بعصر الانترنت يعني اذا انت اليوم انو لا مركزية وقت انطلحت بس يديك اذا قصت ما نربطها مع الانترنت يعني عم نحكي لا حصرية انا بتعمل معاملاتك بالبيت بس هي اكتر من هك اكتر من هك بتصير تشريع يعني انا بدي شرع بكسروان ما فيك تعمل قانون بنا بكسروان غير قانون البنا اللي بتعملوا بالنبطية يعني بحكي قانون بنا مش تجميل اذا بتعمل ارميد او لا اهدي بتعملوا البلدية بس قانون بنا يعني اذا بدك تقول مثلا بدي ابني انا كل البنيات ضد الزلازل فيك تعملون ضد الزلازل بكسروان برأيك العلاقة ما كانت يعني ميحة انتخابيا خسرت قوى المعارضة بجبال وغير جبال خلينا نحكي بصراحة ما يعني انا ما كنت معهم بفكرة اوش انا ماني معهم بقانون الانتخاب اخترفت طيب بس ترشحت طيب اوكي اوكي يعني انا ماني مع فكرة انه المسيحي بينخيب مسيحي والمسلم بينخيب مسلم ما اني مع هاي الفكرة وما كنت مع فكرة علمان الشيعة بجبال قداش بيعطوك وانا لو بدي اعمل نايب من خارج قناعاتي السياسية في 11000 صوت شيعي علاقة البيتية انا وياهون عمره 78 سنة بقدر قول جملي انو انا ولا مرة شفت حاجز لايران بالمنطقة او لحزب الله بالمنطقة بياخد منهم 3000-4000 صوت لدول جميل اتحدى وفريد هيكل الخازن المتحالف المتحالف مع بالالفين بالالفين واتبنتعش وبوقته كان لحزة كان بوقته بعد منو هذي ونهار اللي صار تحالفه مع السلامين فنانجية تحالف سياسي مش تحالف شخصي ما اتحالفت معه طلب مني الشيخ فريد يلي هو صديق بكتير من الاغراءات الانسانية اني انا اتحالف معه ما اتحالفت معه وكان بقدر اعمل نايد وكان بقدر اعمل نايد خسرت القوات وخسرت ربحت حالي انا ربحت حريتي وفي 5000 صوت ببلادي شبال ما طلبوا لجوء سياسي عند حدا لا عند القوات ولا عند عوم ولا عند الشيعة عم تقول ربحت حالي يعني وكأنك كنت رافت تكون قواتي كيلات مزبوط يعني الخلاف انه ما تكون قواتي وتحمل بطاعة لا 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 عم بطرح السؤال انا 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 لو القوات اللبنانية بتقلي شو مشروعها بالسياسي باعطيها مش ال 5000 صوت اللي معي بروح مش تغلط ايسيلو 10 تلاف وبيمشي انا وياه القوات اللبنانية ليس لديها مشروع سياسي واضح لا انه 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 بنا نعمل مش نعون رئي الجمهورية لانه في مصالحة مسيحية مسيحية وانهار بدنا نقول انه نحنا ووزراء حزب الله اتنيناتنا اوادم ما بنسرق وانهار بدنا نقول انتو جبتوا التحرير ونحنا جبنا السيادة لا في شي يعني بدك تقلي انت زلمي وانا مشيت معك سنة ال89 لانك مشيت باتفاق الطائف ولولا منك ولولا من صفير ما في شي اسبه اتفاق طائف ولولا من تضحيات القوات اللبنانية يعني اليوم القوات اللبنانية ليس لديها سياسة واضحة استراتيجية على الان مربكة مثلها متكل الاحزاب بلبنان ما عدا حزب الله الذي هو ايضا مربكة تتهم القوات بالعجز والهرب من تحمل المسولية لا بتهم القوات بلا هك انت تقول عادة بتهم القوات بانه منسحبين الحياة الوطنية وعم بيروحوا على عناوين تحت وطنية ما بتورطهم ما بتورطهم مع مين؟ مع الكل مع الكل يعني هني بيعتبروا انه عندهم جمهور كبير وعندهم آلة حزبية كبيرة ما بدهم يورطوها ويفوتوها باستضامات ترجع تتعرض كما تعرضت بالتسعينات الى مدايقات وبالتالي عم بيعملوا بكتير حكمة من كترة الحسابات عم نصير فريزنج عم نصير جامدين بالسياسة من كترة الحسابات يعني القوات منكفئة عم معركة تحريق لبنان يعني القوات فيها تعمل اكتر عندها تسعة عشر نايب مش عم تقدر كل اثنين نواب بطيارة اثنين بمجلس التعاون الخريجي اثنين بالاتحاد الاوروبي اثنين بالأمم المتحدة اثنين بالجامعة العربية اثنين عند فؤاد السنيورة اثنين عند نبيه بري روحوا حكوه بفكرة لبنان 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 نحن معكم لانكن انتو دفعتوا عن لبنان ورح نضل معكم اذا انتو بدافوا عن لبنان اذا بتكون دافوا عن مصالحكم في لبنان من ضد طبعكم يعني تعمل لمصلحة الكوات اللبنانية طبعا مثل كل حزب مثل كل شخصية سياسية ولكن هذه قوات مؤتمنة مثل كل شخصية حزبية سامير جاجع شو عم يعمل من خلال التسعة عشر يعني عم عم بيعبد الطريق امامه من خلال القصر بعبدة مش ضروري هلا طبيعي ما حقه ما حقي نحن الموارني منقول ما حدا بيصلي اذا ما بدو ينال الغفران عظيم من حق سامير جاجع يعمل رأي جمهورية بس انا سؤال بد اقولك نهار يلي كان معه سبع نواب مش تسعة عشر وكان بأربعة عشر قدار نزل اسمه مانية واربعين مرة بمجلس النواب كمرشح لرئاسة الجمهورية نهار اللي عام التسعة عشر هو ما ترشح ما بيقدر الا يرجع على الخط الاساسي يلي ستريدة كانت موجودة فيه بالعام 2005 يلي اسمه 14 قدار الانسحاب من الوحدة الداخلية الى مربع طائفي اسمه المسيحيين منرتبها نحنا وعون ونحنا والكتائب ونحنا والكنيسة ونحنا والمستقلين ومنصير اقوى تنقدر نفاوض المسلمين ما زبطت لكن اليوم هو غير ما نفتح علما انه نقطعت العلاقة مع سعد الحالين ما اختلفنا هلا ما نرجع نحكي عن هيدا الموضوع لكن ما فيه انفتاح مع الطواقف الاخرى من خلال اشرف ريفي من خلال وليد جملاء اكيد فيه بس فيه فيه خطاب سياسي بيجيب بيستدعي الانتباه وفيه خطاب سياسي بيستدعي انتباه فريق خطاب المسيحيين كل المسيحيين مش بس سامير جعجا خطابهن هو مسيحي في لبنان المطلوب منهن لانهن موارني ولانهن ما عندهن غير لبنان انهن يخدوا مرحلة وطنية يجيبوا كل المسلمين على لبنان هذا هو المطلوب حلو منروح على صورتين لو سمحتنا يلا بين اشرف ريفي وسعد الحريري من تختار؟ بختار يعني صعبة؟ نا بختار اشرف بالموقف السياسي الحالي يعني اكيد وبالعاطفي اكيد بختار سعد بالمحبة يعني بختار سعد بس اختلفته كتير وبعدنا مسئوليته اكبر حتى بالمسئولية ساني جعجا يعني اذا ساني اكيد مشي ورا بايو مليون ونص لبناني راهبات صلبوا ايديهم على وجاههم على ضريح الحريري حطينا دم على طريق المحكم الدولي شو بدي بالمصاري وبسوق الادارة وبسوق يخبروك في شيء له علاقة بالتزام وطني معنوي كبير اول مرة بلبنان من مئة سنة من وقت ما انشئ لبنان كبير نزل بال43 كانوا اقلية مسيحية واقلية مسلمة مع الاستقلال بال2005 دم رفيق الحريري وحد لبنان شعبيا وين راح كبير؟ وراحوا وين؟ اخطاء؟ لا لا كمانا شافوا انه حزب الله حاكم البلد بتاعوا نعمل مثله ونعمل ادارة سيئسية نهار اللي عينوا يا زلمي نجيب مئاتي رئيس حكومي من عام 2010 وقت الاستقال من شو عملوا؟ عملوا متى ما عملوا المورني راحوا اجتمعوا بدار الافتاو انه قال الممثل الاكبر عند السنة هو سعد الحريري وبالتالي ما حدا بيحقلوا يجيب رئيس سنة غيره طب طب انتو عم تحاربوا ميشيل عون كيف تعملوا مثله؟ ميشيل عون عم بيحكي هذا الكلام ميشيل عون عم بيقول لاش بيكون نجيبوا رئيس جامورية اسمه ميشيل سلامان مم بيمثل موارني انا اللي بمثل الموارني انا لازم اعمل رئيس جامورية يعني يعني بيعملوا مثل اللي قالهن يا حزب الله لحظة خليك معنا بيعملوا معركتان معركة بداخل الطايفة تيحسموا زعمتهم بداخل الطايفة ومعركة تانية مع اللبنانيين الاخرين تيحسموا موقعهم بلبنان كيفة؟ هدا 14 قدار؟ هدا العيش المشترك؟ هدا اتفاقه؟ 14 قدار هي التي سلمت البلد الى حزب الله؟ لا مش 14 قدار 14 قدار هي الناس أبدا مش 14 قدار وين كانوا بـ 14 قدار؟ كلهم ما كانوا بـ 14 قدار والناس عفوا على كلمة تبعين بيلحقوا سعدالحريري سا رجال ؟ على راس على رأس باعرف بـ 14 قدار والله بيعرف أخبار بـ 14 أدار ما حدا بيعرف سندوق الأسود شو؟ يعني بعرف بـ 14 أدار بعرف كتير مني شو صار بـ 14 أدار بعرف بـ 14 أدار و الله بيعرف إذا بعرفه ولا بات مش هيدا المهم المهم أنه 14 أدار 14 أدار فكرة اسمه وحدة اللبنانيين كل من راح على وحدة الطواقف هو كمان راح على الوحدة السنية مثل مسامين جعجع راح على الوحدة بيت طايفة طبعا بيت طايفة وأنه ما في ولا سنة يجب يطلع إلا من تحت عبيته حتى وقت اللي عمل تمام سلام رئيس حكومي بالعام 2013 2014 بدنا نطلع وعروس حطين له الطرحة من قريتين لا لا هالاختزال لا هذا 14 أدار مش هذا 14 أدار اليوم الوضع السنة أفضل لا شو أفضل ما في اختزال لحنة ما قالوا علاقة الوضع السنة عم بيقولوا الناس أن الوضع السنة منهار بسبب غياب سعد الحليلي مش صحيح وضع السنة منهار لأنه إيران نجحت بدرب السنة بالعراق وبسوريا وبلبنان وباستمارة الأقليات نجحت فيهم العلويين عندها غاليبيت المسيحيين عندها غاليبيت الدروس عندها الشيعة عندها وهي ضربة الفعالية السنية ما بقى في سنة بالسياسة ما بقى في سنة بالعراق ولا بسوريا ولا بلبنان دكتور سعيد يعني بعد هذه المقاربة هل أنت كنت من المجموعة يلي ما بدأ استخدم كلمة تحردت أنه ضوت على أداء سعد الحريري هذا المملكة العربية السعودية وطلع سعد الحريري معروف موقفه منك منه هاد المشنوق من عكس هاد المشنوق كم معهم أوكي طيب ما كان معكم بالطول ردوان أنا وردوان السيد أصدقاء من زمان ونحن من يلي بيحبوا بيت الحريري أنا كنت حب سعد وكنت مسؤول بـ 14 أداء رحت لعنده أنا وردوان السيد قبل القمة العربية بالـ 2017 في وقت اللي كانت بعمان القمة يلي تعرض لألب حادث رئيس عون الزفاية وقت الألب تحية وقتك العميل حقق بقانون الانتخاب قدام ناله اعتراض خطي أنا وردوان السيد إنه يا دولة الرئيس إذا بدك تروه على هذا القانون الانتخاب يلي هو قانون الانتخاب عم بيطالبه فيه المسيحيين وعم بيطالب فيه حزب الله هذا القانون يلي اسمه استخدام النسبي مع وجود السلاح سيسمح لحزب الله أن يدخل من خلال النسبي إلى كل الطواقف بلبنان ونحن ما رح نقدر نخرقه بواحد عمال معروف ما تروح بهذا الاتجاه ما ميشي بالوقف ما ميشي بعد هذا ما عاد صار شي نحن رحنا مع البترك بال2017 هو كان عم بيقدم استئالته بال2017 وني اكتهمونا أنه نحن من خلال اعتراضنا عليه وعلى سيسته لأنه علاقتنا بالمملكة العربية السعودية جيدة نحن حردنا بين هلالين المملكة العربية السعودية هلا المملكة العربية السعودية اللي عنده سفارة ببيروت ويلي عنده مخابرات بكل العالم ناطرتني أنا مروني من قرطبة وردوان السيد من ترشيش من شين تعب شو بقى تعمل كيف القصة هل أنت تبرق من اتهام سعد الحارين أنه أنت من المحاولين أنا عم بقل له منصر لي عشر سنين من وقت 2017 إذا في حزجة واحدة أو يعني إثبات بأنه أنا شاغل ضده بأي مركز من مراكز النفوس أكان بالمملكة أو خارج المملكة يقلنا يقل لي وان وان أنا مع مين حاكم يعني أنا بشو بأسر تأشتغل ضده بمملكة العربية السعودية هو معه جواز سفر سعودي وابن السعودية وبيو رفيق الحريري وجده بهاء الدين الحريري وعنده شركة بالسعودية اسمها سعودي أو جي فيها مئة ألف موظف أنا بدي حرد المملكة العربية السعودية مروني من أرطبة على سعد الحريري أنه ماش حال هل امتهى سعد الحريري سياسيا في لبنان؟ ما حدا بينتهى بالسياسي وبتمنى له من قلبي كل الخير ما هي شروط العودة بالأدب دك؟ أنه يرجع يتمسك في وحدة لبنان مش بوحدة السنة هيدا رائع دكتور لكن الشروط السعودية للسماح لسعد الحريري بالعودة إلى لبنان لك أنا رجعت قراءة بيان العزوف طبعه مش من زمانه شو زكّلك شاب؟ زكّرني ببيان عزوف فؤاد شاب لأنه صياغته من أحسن الصياغات اللي قريطة بالأدب السياسي مش من زمان قال جملي ما حدا انتباه لها بتصور باسم السبع بتصور باسم السبع وهاني حمول بهيك بتصور ذاك شو بيقول؟ بيقول أنا استضمت من خلال تجربتي بفريق مبدو دولي الاعتراف مت ما أنت عم تحكي؟ وإذا كنت بدي واجهه بدي دخل البلد بصراع مذهبي مبدو أنا في الليت يعني عم بيقول أنا عم جنب لبنان استضام سني شيعي وأنا في الليت مش قريلة در حكي بترشح أشرف ريفي لرئاسة حكومة؟ لا لأنه أشرف ريفي أولا أنا إله علي على المستوى الشخصي ونحن كنا مهددين بالأمن كان أشرف ريفي مودي العام قوى الأمن الداخلي وكان يهتم فينا يعني بالسياسي ما كتير لا بالعكس بالسياسي بالسياسي موقفه من أفضل المواقف السياسية اللبنانية على المستوى الوطن بس أنا برأي أشرف لازم يعني لازم ينفتح أكتر على الأجواء الوطنية وما يحصر حاله بتحالف فقط مع القوات أو مع فريق معين أشرف ريفي بيقدر يلعب دور جامع بداخل طرفته يحكي مع السنة أكتر يحكي مع وليد جنبلات يحكي مع الرئيس بري يحكي مع الشيعة المستقلين بيقدر يلعب من خلال موقعه والأوة ومشان معوض وفؤاد بخزومي مشاكلين يعني كتلة متنوعة طائفيا قادرة تلعب دور كتاليزور وطني يعني قادرة تروح تشوف كل الناس لأنهم منهم محصورين بزعام طائفية كيادة حكومة في المرحلة المقبلة المرحلة المقبلة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وقائد الجيش وقانون الانتخاب القادم والتقسيمات الإدارية القادمة ستكون نتيجة الترتيب الإقليمي اللي عم بيحصل اليوم من بعد حرب غزة كيف إجا اتفاق الطائف وجاب اتفاق الطائف رفيق الحريري والياس الهراوي وأمين لحوط قائد جيش هاك بدو يجي بدو ينعمل ترتيب بالمنطقة وعلى قاعدة بس تنتهي هذا الترتيب بتجي طبقة سياسية بتنفذ هذا الترتيب هل حرب غزة ونتيجتها ترفع حزوز مرشح حزب الله السلامية الفرنجية في المرحلة المقبلة ما في حدا بوجون ما في حالة وطنية اللي بوجون اليوم مش بوجون لا بوجون ما في معارضة في معارضين ما في معارضة لبنانية بوجه حزب الله مقلفة من مسيحيين ومسلمين من بريستول اتنان من خط بياني من نصوص مرجعية يوم فيه 41 نايم متنوع 26 نايم مسيحي طيب واربع نواب مسلمين من ضمنوا واحد درزي ومن ال 26 نايم مسيحي 19 قوات بشكل قاطرة أساسية والبقيين أربعة بأربعة بواحد بواحد يعني الحزب الاشتراكي كمان في المواجهة كمان بس إنه جب لي خير الحزب الاشتراكي مع القوات اللبنانية مع ميشيل معوض مع الكتائب مع التغييريين على بيان سياسي واحد أنا ما عم بجح بس في بيان سياسي واحد بلبنان بتقرأ أو ما بتقرأ أوي أو مش أوي بيزوقع عليه مسلمين ومسيحيين هو بيان ستجابة نهار التنم ما في غيره بلبنان ما في ولا بيان سياسي بوقع عليه مسلمين ومسيحيين الواحدة وثلاثين نائم طبعا كل التأدير لأنه نقدمه مذكرة على جمع العربية لأنه نزله على مجلس نواب قالوا لا للتشريع يالي بدك ايه ولكن غالبية الواحدة وثلاثين الجغرافية طبعا الواحدة وثلاثين غالبية مسيحية طاغية المطلوب بالبلد اليوم إعادة تكوين هذه الواحدة مسئولية المسيحيين أو مسئولية الآخرين لم يأتوا إلى هذا البيان السياسي لأنه الكل خايف من حزب الله أو الكل عنده مصلحة مع حزب الله الرومان كانوا يقولوا الما بيحبنا بالسياسي يجب يخاف منها حزب الله عم بيقول الما بيحبنا يجب يخاف منها طيب حضرتك عم تقول إذا لم يكن هناك من يواجهه إذا ما في حدا بوجه طيب اليوم بعد حرب غزة وما يلي عم بيصير بالجنوب هل سيعود حزب الله أقوى مما مضى أولا القفز على نهائيات بمنطقة بتنام على شيء وبتفق على شيء ما أنه صحي طيب ما بنعرف شو بده يصير ما بنعرف المستوطنين بشمال إسرائيل شو بده يطلبوا من نتنياهو إذا بده يرجع على بيتي أنا وبعد في خطر علي من جنوبي لبنان متل ما صار في خطر على غلاف غزة كيف بدك ترجعني على البيت تقدر يضمن أمن شمال إسرائيل أو بده يتفاهم مع إيران أو بده يحارب إيران أنت مش موجود بهذه المعادلة الجمهورية اللبنانية مش موجودة الجيش اللبناني مش موجودة حكومة لبنان مش موجودة المسيحيين القوات الكتائب ما حدا موجود في إيران في إيران أو الإسرائيليين بيروحوا على ترتيب مع إيران وهذا الترتيب مع إيران بمباركة أمريكية قد قد يفسح بالمجال لحزب الله أنه يرتد علينا بالداخل بمشروع غلبي أو بده يخذك على حرب مع إيران وهذه الحرب أيضا التي ستدمر لبنان وتدمر حزب الله بنتيجته بده يجي الحزبي يقول لك شباب أنا اللي ضحيته ما حدا ضحر يعني اليوم نحن يا مشروع غلبي يا حرب ما في عندك شيء تالت على الحلتين وأسرانين أنا من اللي بيقوله أنه انتخاب رئيس اليوم شيء مفيد لو جماعتنا المسيحيين وأصدقائنا المسلمين بيروحوا على ترتيب سياسي مقنع هني ونبيه بري ومن خلال نبيه بري يحاولوا لأنه نبيه بري كمان مقير بداخل الطائفة الشعية واحد يفكر أنه منه مدرك بيعرف بأنه هذه الطائفة أصبحت اليوم بعين خلال نقول بعين الاستهداف قبل كل يعني بعد 11 أيلول 2001 تهموا السنة بالإرهاب اليوم سلوك إيران بالعالم ومو المنطقة عم بيحط الشيعة أيضا بعين العاصفي أمام كل العالم وبالتالي والشيعة عندهم مصالح مثلنا مثلهم يعني جايين من الأفريق معهم مصاري بأنهم يعلموا أولادهم مهندسين بيجابة الأمريكية بدون يحطوا مصرياتهم بالمصارف بدون يعيشوا والطريق أيضا وضعهم بشكل عسكري دائم وبمواجهة الجميع ما بيفيدهم أو بيفيد طبقة منهم أقلية غالبية الشيعة بأنهم بها هذا الوارد ومش بها هذا الوارد لأسباب إيديولوجية وسياسية لأنه في نظام مصلحة طبيعي بين الناس بدون يكونوا جزء من هذا العالم نروح على الفقرة الأخيرة إذا كنت قاضي بماذا تحكم أو هل تحكم على حسن نصر الله أمين عام حزب الله وبشو بتحكمه بإفساد الشراكة اللبنانية اللبنانية هذا أهم بالنسبة لأيلي أنا هذا أهم جرم أهم من جرم التفاهم مع قوة خارجية وتثبيت الاحتلال هذا الاحتلال الإيراني اللي عم يتثبت من خلال 150 ألف صاروخ تحت أمراء إيرانية يفسد الشراكة الوطنية يضرب معنا لبنان وهو خبير يضرب معنا لبنان يضرب معنا لبنان يعني يضرب لبنان طبعاً تهمتوا بماذا تتخدم عليه عم يضرب بالمؤبد أكيد عم يضرب معنا لبنان يعني هذه المحاولة أنه ينقال فيها بالسياسي وعم بعمل كاريكاتور وما حدا يو يخزني أنه نحنا جايين من منطق الحرمان إلى منطق المغانم وما بينهما منبلع الدولة اللبنانية ومنبلع المجتمع اللبناني ما رح يخدم الشيعة رح يؤدي إلى وضعهم بحالة إرباك وسينظر إليهم جميع اللبنانيين بعين القلق وبأي لحظة بيرتدوا عليهم نهار اللي بيضعفه أنا بعلن قدامك أنه أنا الوحيد بقى بحدهم الوحيد صورة تانية الرئيس السابق بالشي العام ما بتهمه بشي بالنسبة لإلي أنا حالة يعني مع التقدير طبعا الشخص حالة أضرت بالشراكة اللبنانية اللبنانية وهي استكمال لمن رفض دولة لبنان الكبير بالعام عشرين حتى اليوم هو ورد واهتم بوراثة وبالتأثير للتيار الذي رفض لبنان الكبير بالعام عشرين الذي رفض الاستقلال بالتلاتة واثمينين رفض اتفاق الطائف بالتسعة واثمينين واعتبر بأنه تحالفه مع حزب الله الذي هو ضد الطبيعة السياسية اللبنانية والمرونية بالتحديد يعطي القدرة للإتفاق الطائف اللبنانية بشكل إجماع عند النبنانية هذه أخطر تجربة ملقت على المورني ورح ندفع تمنى إلى مدى كتير بعيد يعني هو خطير على يعني أنا بنت قد سانية جعجع من باب أولى المحبة ومن باب الصداء هون مش قصة انتقال هون ضد طبيعة عقلي يعني ضد خياري سياسي ضد ما بقدر إلا ما يكون طبعا مع الاحترام الكامل للشخص إلا ما يكون يعني في مواجهة حدي ضدهم أنا أبدأ أشارك دكتور فارس السعيد على هذا شكرا مشاهدين مشاهدين أنتهت الحلقة تابعونا في حلقات لاحقا إلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا